مرحيم حصة الرياضيات طلبة الصف الخامس طبعاً يومي الخامس سنحل بكتاب التمارين صفحة 14 طبعاً في حصة الزوم الحصة السابقة حلينا أول سؤال من كتاب التمارين صفحة 14 من درس النسبة المئوية طبعاً للطلب المحضر حصة الزوم كان المطلب مني أحدد النسبة المئوية التي يمثلها الجزء المضلل حكينا الجزء المضلل أول شيء من نعد المربعات المضللة حكينا 1 2 3 4 وهذان المثلثان مع بعض بعطوني مربع فبصيروا 5 وهذان المربعان مع بعض بعطوني مربع بصيروا 6 طبعاً أنا هون ليش دمجت المثلثات مع بعض لأنه زي ما حكيت لكم في حصة الزوم أنا في عندي بالأشكال مربع فلازم أعد مربعات إذن عدد الأشكال المضللة 1 2 3 4 5 6 الأشكال الكلية 10 لكتابة النسبة المئوية يجب أن يكون تالي النسبة يساوي 100 فضربنا البسط والمقام في العدد 10 6 ضرب 10 60 10 ضرب 10 100 بما أنه 100 موجودة إذن مننزل البسط ومنحط عنده إشارة النسبة المئوية فيصبح الناتج 60% الشكل الثاني بدأ عبر عن هذا الشكل بكسر البسط هي الأجزاء المضللة 1 2 3 المقام هي جميع الأجزاء 1 2 3 4 5 فيصبح الكسر 3 على 5 لكتابة هذا الكسر على صورة النسبة المئوية يجب أن يكون التالي النسبة 100 يعني المقام يجب أن يكون 100 عشان هيك ضربنا الخمسة في العدد 20 فزي ما بضرب المقام نضرب البسط فضربنا البسط والمقام أو مقدم النسبة وتالي النسبة بالعدد 20 3 ضرب 20 60 3 فيصفر 0 و 3 فيصفر 6 المقام 5 فيصفر 0 و 5 فيصفر 10 صار عندي 60 على 100 بوجود المية من نزل البسط كما هو ونضع إشارة النسبة المئوية سؤال ثلاث بنفس الطريقة ننتبه هي خامس أنه أنا عندي مربعات في هذا الشكل فبننعند مربعات الآن هذان المثلثان مع بعض يحطوني مربع والمثلثين اللي هون رح يحطوني مربع فمنحكي 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن عدد المربعات 8 العدد الكل للمربعات 10 نضرب البسط والمقام في العدد 10 فيصبح الناتج 8 ضرب 10 80 و 10 ضرب 10 مية بما أنه المية موجودة منزل الثمانين كما هي ومنحط عندها إشارة النسبة المئوية فتصبح 80% الشكل الرابع البسط هي الأجزاء المضللة ثلاثة المقام هي جميع الأجزاء 4 يجب أن يكون المقام أو تالي النسبة يساوي 100 فالأربعة منضربها في 25 نضرب البسط والمقام في العدد 25 3 في 5 15 5 1 باليد 3 في 2 6 1 7 4 ضرب 25 مية 1 4 في 25 0 و 2 باليد 4 في 2 ثمانية و 2 بليات بصير عشرة الآن بما أنه تالي النسبة 100 ناخد مقدمها اللي هو البسط ومنحط عنده إشارة النسبة المئوية 75% الآن الجزء الثاني من الأسئلة يبين الجدول المجاور الرياضة المفضلة للمئة الطالب لاحظ رقم المئة موجود ما النسبة المئوية للطلب الذين يفضلون كرة السلة؟ هذه كرة السلة بما أنه عن الطلاب 100 مناخد الرقم الموجود عند كرة السلة وهو 18 ومنحط عنده إشارة النسبة المئوية 18% النسبة المئوية للطلب الذين يفضلون رياضة السباحة السباحة 22 فمنكتب 22 بالمئة السؤال السابع عائلة تتكون من 3 بنات و7 أولاد ما النسبة المئوية للأولاد؟ عدد الأولاد 7 عدد أفراد العائلة كامل 10 حكينا رح نضرب تاني النسبة في العدد 10 عشان يصير 100 7 ضرب 10 سبع 10 ضرب 10 مئة ويساوي 70 بالمئة ننتقل الآن يخامس إلى كتاب الطالب صفحة 38 عشان نحل اختبار الوحدة طبعا رح نحل الأسنة من 1 إلى 7 ليضع دائرة أختار الإجابة الصحيحة في كل من ما يأتي القيم المنزلي للرقم 6 في العدد 22 و 689 من ألف هي نلاحظ أنه 6 موجود في منطقة الأجزاء أول جزء يقع على يمين الفاصل العشرية هو جزء من عشرة وين الجزء من عشرة؟ اللي هي الفرع دال اللي هي 6 على 10 تكتب بهذا الشكل 6 من عشرة طبعا منطقة الأجزاء يا خامس لازم يكون فيها فاصل عشرية فألف وباء مستحيد يكون الجواب فبيكون الجواب يا جيم يا دال جيم 6 من ألف دال 6 من عشرة هيك بنقرأهم هو بدنا يا موجود في جزء العشرة فستة من عشرة اثنين الصيغة القياسية طبعا عشانا أكتب الصيغة القياسية بدي أبدأ بالأعداد الصحيحة لماذا فيها فاصل عشرية؟ نلاحظ أنه الاثنين في منزلة المئات الثلاثة في منزلة العشرات الخمسة في منزلة الأحد فيصبح العدد مئتان وخمسة وثلاثون أنهينا الأعداد الصحيحة هل أمرو على منطقة الأجزاء؟ كيف عرفتنا هاي منطقة الأجزاء؟ لأنه فيها فاصل عشرية منزل فاصل عشرية الاثنين تقع على يمين فاصل عشرية مباشرة إذن هي جزء من عشرة التسعة جزء من مئة هي تسعة من مئة هيك بقرأها الخمسة جزء من ألف فيصبح الناتج مئتان وخمسة وثلاثون ومئتان وخمسة وتسعون من ألف الإجابة الصحيحة هي بأ نراحظ أن الإجابة الصحيحة هي بأ السؤال الثالث إحدى الآتيات تمثل العدد الكسري ومئة وخمسة وعشرون من ألف على صورة كسر عادي نلاحظ في هذا المثال ننتبه يا خامس عندي طبعا بدي أكتبه هو الكسر مئة وخمسة وعشرون من ألف علشان أكتبه على صورة كسر عادي نكتبه مئة وخمسة وعشرون هذا البسط على ألف الآن ما في عندي هاي الإجابة في الخيارات إذا تم كتابة الكسر بأبسط صورة الآن بما إنه البسط والمقام فيه العدد خمسة إذا رح نقسم البسط والمقام على العدد خمسة طبعا لأنه الخمس إذا كان العدد أحده خمسة أو أحده صفر فيأنه يقبل القسم على خمسة الآن مئة وخمسة وعشرين تقسم خمسة رح نأخذ تلك على جنب ونقسم مئة وخمسة وعشرين على خمسة العدد بضبط في خمسة بيعطين 12 أو أقل لهو 2 2 في 15 نضرح 12 ناقص عشرة 2 من ناس إذا الخمسة تساعدها 25 20 الرقم بضربه في خمسة بيعطيني خمسة وخمسة 5 في خمسة إذا يصبح النادج 25 على الآن إذا كان المقام ألف نأخذ العشرة عشرة تقسيم خمسة 2 بظل عندي هدولة صفرين بما إنه في عندي خمسة في عندي صفر إذا بقدر أقسم البسط والمقام على عدد خمسة يساوي 25 تقسيم خمسة خمسة 2 تقسيم خمسة لا يجوز نأخذ العشرين 20 تقسيم خمسة 4 والصفر بينزل اللي ما استخدمته مأدام في عندي خمسة وفي عندي صفر إذا بقدر أقسم أيضاً البسط والمقام على خمسة وتساوي 5 تقسيم خمسة واحد 40 تقسيم خمسة ثمانية إذا يصبح الجواب واحد على ثمانية اللي هي الإجابة الصحيحة دا السؤال الرابع العبارة الصحيحة نشوف هل هذه الإعبارات صح أو لا طبعاً هون بدي يعمل المقارنة بيحكي لك هذا الكسر أكبر منها طبعاً نتأكد 00 هون في عندي ثلاثة وهنا اثنين الثلاثة أكبر إذا لازم يكون الاتجاه هيك إذا هاي خطأ عندي 00 33 1 2 الاثنين أكبر لازم يكون الإشارة به هذا الشكل هاي كمان خاطئة 00 32 الثلاثة أكبر لازم يكون الاتجاه هكذا إذا هاي العبارة القاطئة الآن 00 33 1 1 هون في خمسة هم ما فيه إشي شوح يكون صفر الخمسة أكبر من الصفر إذا العبارة الصحيحة هي دا السؤال الخامس تبيع محطة 300 و 584 من ألف لتر من الغاز يوميا كم لتر تبيع يوميا باستعمال التقريب إلى أقرب جزء من مئة أول شيء ما تخطعت على الجزء من مئة الأربعة ما بتعطي للثمانية فبالظلها الثمانية نفس ما هي والأرقام الموجودة على يسارها بتنزل كما هي فيصبح الناتج 358 من مئة إذن 358 لإجابة الصحيحة با السؤال رقم 6 تقدير مجموع العددين بدنا نجمحهم باستخدام أقرب جزء من عشرة هاي بنحط قد تحت جزء من عشرة الصفر ما بيعطي الثلاث تبقى الثلاثة كما هي وبننزل الأرقام الموجودة على اليسار مجموع يعني زائد السبعة رح تعطي للخمسة والخمسة بتصير ستة وبننزل الأرقام الموجودة على اليسار اللي هي الصفر الفاصل عشرية والثلاثة الآن تجمعهم ثلاثة زائد ستة تسعة فاصل عشرية بتنزل واحد زائد ثلاثة أربعة يصبح الناتج أربعة وتسعة من عشرة الإجابة الصحيحة هي جين آخر سؤال زار مدينة البترا وفد زياحي مكون من مئة شخص عدد الأشخاص مئة كان عدد الذكور ثمانون بدنا عدد الإناث النسبة المئوية لعدد الإناث طبعا عشان أعرف عدد الإناث بدي أحكي مئة ناقص ثمانون مئة ناقص ثمانين عشرين إذن عدد الإناث عشرين فمنحكي عشرون بالمئة الإجابة الصحيحة هي باب يعطيكم العافية يا خامس